السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت بتسمع أمنية الشامي وده برنامج محب الله ورسوله جاء شهر رمضان المبارك وتبدل حال المسلمين من جيل إلى جيل حتى وصل بنا الحال لما نعيشه اليوم من بزخ وإهضار للطعام والشراب في شهر رمضان المبارك سواء مع وجود العزومات أو بدون عزومات أو ولائم فلنذهب ونرى كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم يروي الإمام البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها عن معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له والله كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقدت في بيت رسول الله نارا إلا أنه الطمر واللبن هذا هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يملأ بيته بالخيرات وبكل ما لز وطاب كان يستطيع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الزهد والورع فلا مانع من الولائم والعزومات وصلات الأرحام ولكن يجب علينا أن نصحح الأوضاع والمفاهيم الخاطئة التي وصلت إليها الأمة الإسلامية فلماذا لا تكون ولائمنا بسيطة في حدود المتاح والمقبول فصنع واليمة لعشرة أفراد بطعام يكفيهم وبدون تبزير وبدون إرهاق وتعب للزوجة وتكلفة مادية وإرهاق للزوجة لا يستغرق أكثر من ساعة ولكن تجد اليوم إعداد العزومة يستغرق يوما كاملا وربما يومين أو سلاسة وبالتالي لن تستطيع الزوجة أن تؤدي صلاة الترويح أو القيام أو تلاوة القرآن مع تبزير المال وربما وصل الحال إلى الاستدانة وربما يتلف باقي الطعام ويتم إلقاءه في القمامة شيء يتنافى مع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقلد تقليدا أعمى لكل ما يحدث من حولك وخاصة في زمن انتشرت فيه البدع والفتن لماذا تحولت دعوة الناس إلى الطعام لإرهاق مادي وجسدي ببساطة لأنه ليس هكذا يتم إطعام الطعام يقول سيدنا علي رضي الله عنه لإن أدعو إخوة لي على طعام خير لي من حمور النعم فأفضل ما يفعل الإنسان في حياته من الطعاط إطعام الطعام لقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة فرب العباد سبحانه وتعالى امتدحهم ووضع لهم جزاء عظيما في جنات النعيم فإطعم الطعام شيء عظيم ولكن النهي عن التبذير والإصراف والإفتخار يقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا طعام المتباريين وما هما المتباريين هما الذين يدعون الناس للإفتخار والتعالي والكبر مبارزة ومنافسة وتفاخر وتعالي فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان هذا الطعام رياء وسمعة لا تذهب إليه فأكله مقروه فانتبه جيدا إلى النية فالمعيار هنا هو النية فما هي نيتك من هذه العزومة أو الوليمة؟ هل هي صدقة اطعم طعام؟ والصدقات أنواع صدقة مال وصدقة جهد وصدقة وقت وصدقة جسد وصدقة لسان وصدقة ابتسامة أم تفاخر وتعالي ورياء وسمعة؟ فما نيتك لهذه العزومة أو الوليمة؟ ولماذا أعددت هذه الوليمة؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ويقول الله عز وجل أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما سلحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالأجر عظيم إن شاء الله واحضر واحضري أن تتبعوا ما أنفقتم منا أو أزال وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شامق شكرا اشتركوا في القناة